زمان كنا نحفظ أرقام هواتف المقاربين مننا مثل العائلة ولكن اليوم بوجود الهواتف الذكية صار الواحد يحفظ بس رقمه وكذلك كنا نحفظ الطريق لما نروح مكان جديد من أول أو حتى تاني مرة أما اليوم بوجود الجي بي اس بطلنا نحفظ الطريق إلا بعد عشر مرات لا شك أن الذكاء الاصطناعي عبث بذاكرتنا وزاد من اعتمادنا على الأجهزة مما أضعف اعتمادنا على عقولنا ولكن مع ظهور تشات جي بي تي أصبح الذكاء الاصطناعي يهدد الذكاء نفسه لدى الأجيال القادمة هذا هو ما حضر منه دكتور جامعي أمريكي يدعى أليكس ميتشل في مقالة طرح فيها كيف قام عدد كبير من طلبته بالاعتماد على سوفتوير الذكاء الاصطناعي والذي أثارت ضجة مؤخرا تشات جي بي تي ليقوم بكتابة الأوراق البحثية عنهم الأستاذ الجامعي المتخصص في الفلسفة اكتشف عن الطلاب يقومون باستخدام تشات جي بي تي الذي يستطيع يستقبل كمية هائلة من المعلومات ويعيد كتابتها في ورقة بحثية أو مقالة ويدق ميتشل في مقالته نقوص الخطر من تأثير هذه التكنولوجيا المتاحة بسهولة للجميع على التعليم وأن الكارثة الأكبر هي صعوبة إثبات الغش بذكاء الاصطناعي سنرى وإياكم مشاهدين كيف تفاعل المغاردون مع هذه المقالة وتشات جي بي تي الذي أثار ضجة واسعة في الأيام القليلة الماضية سنبدأ من تغريدة المخرج مصعب العمري الذي غرد على حسابه على تويتر وقال جربت تشات جي بي تي وأشوف أن الناس تبالغ من ناحية قدراته على حل الواجبات الجامعية والأبحاث كتابته وصفية بشكل جميل ولكن من حيث الكتابة النقدية والتحليلية فهو بداي ومن يعتمد عليه من الطلاب لن يحصل إلا على تقييم سي في أفضل الأحوال أما خالد فكان له رأي مخالف وكتبه حين اخترعت الأدوات السابقة كالآلة الحاسبة والكمبيوتر قالوا نفس الشي وبعدها حققوا للإنسان ثورة علمية الذكاء الاصطناعي مجرد مستوى للصعود لأعلى والعقل البشري جبار لن يحل محله شيء أيضا المدون التقني هذه معاشي كتب وقال إن تطور الذكاء الاصطناعي لابد من تطوير أساليب التعليم وأدوات البحث فليس من المنطق البقاء على طريقة تقليدية في ظل التطور الثوري في التقنية لابد من استخدام هذه الأدوات بشكل أكثر فعالية ومنها سوف تتطور مخرجات التعليم أخيرا أحمد يرى مشكلة من نوع آخر في هذه التغريدة ويكتب الذكاء الاصطناعي لن يحولنا إلى أغبياء لكنه سيحولنا إلى كسالة قبل اختراع الانترنيت مثلا كان يتوجب عليك قراءة كتب بأكملها للعثور على معلومة واحدة مما يجبرك على القراءة على عكس اليوم المشكلة في التأثير على مستوى المعرفة لنعرف أكثر عن شات جي بي تي معنا من دبي الخبير في الذكاء الاصطناعي فيسل الجندي أهلا وسهلا بك معنا في منصات بداية ما رأيك بجدية هذا التحذير؟ هل فعلا تؤثر هذه التقنية على جودة التعليم وذكاء الطلاب وعلى الذكاء البشري بشكل عام؟ مساء الخير إليك وللجمهور الكريم التقنية تؤثر على أشياء كثيرة داخل طريقة التعليم اليوم ممكن تأثر بداية بشكل سلبي على النقطة اللي ذكرها الباحث وهي أنه بناء المشاريع عن طريق الدكاء الاصطناعي وبرنامج الشات جي بي تي ولكن مع الوقت سيصبح الموضوع تحت السيطرة أكثر ففعلا فيه مخاطر ولكن ليست كبيرة كما هو مذكور أنا أعتقد أنه الموضوع إيجابي على المدى الطويل أكثر من أنه سلبي طيب هل يمكن اعتبار هذه التكنولوجيا اللي أصدرتها شركة أوبن أي آي وأصبحت متاحة بسهولة للجمهور بمثابة ضربة أخرى للتعليم العالي بالعديد من الدول يعني يلي مثل ما وصفه الأستاذ الجامعي الأمريكي خاصة بأنه يعاني التعليم أصلا من الغش المتفشي صحيح وهي فكرة سليمة بس هي لازم تحفز شركات أو مؤسسات التعليم مثل الجامعات أنه تفكر بطرق حديثة لتحسين موضوع التعليم أنا أعتقد أن الشات جي بي تي حيساعد بتطوير التعليم أكثر من أنه يعني بالقضاء على الذكاء الإنساني يعني مثلا اليوم كون صريحين الطالب إذا ما قدر قبل ما كان يجيب المعلومة من الشات جي بي تي كان يروح على الإنترنت ويدفع مبلغ لشخص الشخص هذا يبني له البحث ويدفع مقابله مبلغ معين اليوم وهي موجودة كتير بالمدارس والجامعات بكل أنحاء العالم اليوم شات جي بي تي هو منافس للأشخاص اللي عم تعمل بحوث بفلوس وهلأ صارت مجانا الجامعات والمدارس وليست فقط الجامعات على فكرة المدارس طلاب المدارس بيستعملوا الشات جي بي تي لحل بعض الأسئلة وكتابة بعض المشاريع بكل اللغات يعني الفكرة هي أن الجامعة أو المدرسة لازم تبدأ تطور بطريقة التعليم بحيث بما توافق مع العصر الحالي يعني كيف كان التعليم قبل الآلة الحاسبة مثل ما ذكر الأخ بالتويتر كيف كان التعليم قبل الإنترنت وكيف صار بعد الآلة الحاسبة وبعد الإنترنت لازم نفكر حاليا كهيئات تعليمية كيف لازم نصير التعليم بعد كمية المعلومات السهلة وهناك بالتغريدات من يوافقك الرأي وأشار إلى أن المشكلة ليست بتطور الذكاء الاستناعي بل المشكلة في مواكبته وأن بعض المؤسسات يعني متأخرة بذلك هل تتفق مع هذا الرأي أم برأيك يجب إبطاء وطيرة هذا التطور لتفادي المخاطر مستقبلا بداية ما في طريقة إبطاء الوتيرة يعني التكالي الصناعي ينتشر بشكل سريع والخطوة الجريئة اللي قامت فيها هاي الشركة اللي هي شات تشي بي تي خطوة جريئة جدا خطيرة بس جريئة بحيث أنه بدأت تأثر على كل مجالات الحياة على الهيئات الجامعية والتعليمية بشكل عام أنهم يواكبوا الموضوع بالعكس يستفيدوا منه اليوم بيكون عنده الطالب الحصول على المعلومات الكثيرة بشكل أسهل كيف ممكن دكتور الجامعة يقدر يعطي مساق يعتمد على هاي المعلومات بحيث أنه يطور الفكرة عند الطالب يخليه فهم بسرعة وبطريقة أحسن هذا هو اللي نقدر نقول التحدي الأكبر للجامعات والهيئات التعليمية أنا برأيي الشخصي شكرا لك كنت معنا من دبي الخبير في ذكاء الاصطناعي فيصل الجندي